تحذيرات طبية من حمية ديتوكس الشهيرة والتي يتردد كثيرا أنها قادرة على تنظيف الجسم من السموم وتحسين الصحة إضافة إلى قدرتها على فقدان الوزن الأطباء البريطانيون وجمعية مرض السكر في لندن حذروا من أن الحمية مهما كانت ذائعة الصيط لا تعفي من أن تكون للمتجات الطبية آثر جانبية وذلك في ضوء حالة حديثة وقعت أخيرا اتبعت فيها امرأة تبلغ من العمر 74 عاما حمية ديتوكس لكن حالتها ساءت سريعا وأوصلتها إلى العناية المركزة نتائج الفحصات الطبية أدرت أنها كانت تعاني من مستويات منخفضة في عنصر السوديون بالجسم جمعية السكر البريطانية قالت إن فكرة التخلص من المواد السامة في الجسم غير علمية موضحة أن عضاء الإنسان تقوم بإزالة السموم من الجسم باستمرار مثل الجلد، الأمع، الكبد، والكلة ومصطلح حمية ديتوكس هو اختصار لمصطلح حمية إزالة السموم وعادة ما تشمل هذه الحمية قوانين قاسية لاتباعها وتنصح الجمعية الطبية المتخصصة باتباع أنواع حمية تستند إلى مرجعية طبية تأخذ في الاعتبار الوضع الصحي والغذائي للإنسان المستهدف تأخذ فيها تأخذ في الأمع تأخذ في الأمع